خلو اللي عملها مع وزير داخلية قبل نعم استطاعت المملكة لم الشمل الحلفاء استراتيجيين على طولة طالة رغم من يمكن في بعض التباعد ما بين أطرافها ولكن هل ستشكل هذه العودة محور عربي مقابل هذه الهيمن اللي سميتها بأول حلقة إيرانية ومحور إيران بلبنان هلأ أولا طول عمرها المملكة العربية بتجمع اللبنانيين على الخير مواجهة إيران اليوم أكيد تتطلق محور عربي ونحن حكينا فيه سابعا بشكل كبير محور عربي قوامه بشكل واضح مملكة العربية السعودية دولة جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة إذا ما تكون مشروع عربي واضح المعالم ما ممكن لبنان ينشال من هيد الهيمن وكل ما بتعد كل ما بتعد هيدا المشروع عن التبلور كل ما سقط الدول المنطقة أكتر بالخراب فإزا بالمشروع الإيراني لأنه لا هلأ صراحة ما قدر المشروع الإيراني يقنعنا إلا بالخراب يعني ما جابشي شوفي لليمن شو عم بصير فيها شوفي البحرين لو ما درع الجزيرة مننسى هيدا الحدس إحنا لو ما درع الجزيرة والملك عبد الله ما كان أنقذت بحرين شوفنا العراق شو عم بصير فيه رغم كل سرواته الهائلة المعاناة اللي عم بصير فيه والأزمة السياسية اللي صارة اليوم يعني الأزمة السياسية اللي صارة اليوم بالعراق إنه فيه أقلية مع الثلاث معطل اللي عم بتعطل كل عملية سياسية نعم ومنعرف إنه هيدا الأقلية تاب على إيران ومعش فيه موضوع طائفي هوا شيعب شيعب بعضه يعني الكتلة الصدرية شيعية وطنية عراقية والكتلة الثانية شيعية ولكن مع الحرق السوري أو مع الحشل الشعبي يعني مع إيران طب شو صار بالعراق تكسر العراق ننزل على سوريا شو صار بسوريا أنا بالمسار كله بالحرب اللي حصل والتشقيف اللي صار لسوريا والتهجير اللي صار داخل سوريا طب إنه كمان إيران مرت من هنا لبنان حدس ولا حراج فلسطين واللي صار فيها بين غزة والضفة والانفصال اللي صار بالزمنات معرف أياد إيران يعني موجودة بقلبه فإذن محور العربي إذا تبلور ترجع كل هذه الدول توقف على أجريها وبتنتمي طوعيا لتاريخها وبتنتمي طوعيا لمشروع يعبر عنها وهو مشروع عربي يعني حداسي وما بدوا يخاني أحدا يعني مش جاي عمل حروب على أحدا تاني لا جاي فعلا يوضعنا مجددا على خارطة الطريق العالمية اللي عم تتشكل من أول وجديد خاصة بعد أزمة كورونا اللي حصلت وبعد الحرب اللي عم نشوفها اليوم ما بين روسيا و أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر